انتقدت دول مجموعة السبع اطلاق كوريا الشمالية المتهور لصاروخ باليستي عابر للقارات دعية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة لوقف هذه التجارب قال وزراء خارجيات مجموعة الدول السبع ان اطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار تسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح بيونج يونج التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي وفق ما أفدها مسؤول يوم الجمعة ودعا بيان مجموعة السبع إلى استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيد من الإجراءات المهمة وكرر بيان مجموعة السبع المطالبة بضرورة تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه قائلا إن هذه البلاد المعزولة لن تكون لها أبدا مكانة الدول الحائزة للأسلحات النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر